السلام عليكم. انتمنى تكونوا كل شي بألف خير. بالنسبة للتقل المزدوج. كان واحد الحيلة واحد الوصفة رائعة جدا واحد الماسك فعال جدا. كان متصدق الدهون للتقل المزدوج. وفيها ايضا بيض بيضة اللي كتشد البشرة كتشد ترهولات الجلدية. هناك ثلاث وصفات ديال التقل المزدوج والتقريس الانف وايضا البطن المتراهل. نبدأ بالأولى. عندنا فيها معلقة كبيرة ديال الشاي الأخضر. الشاي الأخضر ستفرتوه بيدكم واحدة شوية. الشيء الأخضر اللي كنشربوه عادي. اللي كنشربوه ندره في الشاي. إذن ستفرتوه في يديكم. ديوا معلقة كبيرة. وأيضا معلقة كبيرة ديال زنجبيل أو سكنجبير. إذن هاد هاد المكوناين بجوج كيمتصوا الدهون والبشرة. وفعال رائع جدا. وهاد الوصفة عملوها يوميا. وقد نضيفو لها معلقة كبيرة ديال الحليب. إذن وصفاتي كلها مجربة. وكلها فعالة وكلها طبيعية. إن شاء الله هاد جربوها ما تندموش. هتلاحظوا في اليوم الثامن أن الدقل المزدوج ديالكم غادي يختفى. ما غادي شي يبقى. ولكن دوموها يوميا. وخليوها في الرقبة ديالكم. مدة ثلاثين دقيقة. وهدي نزيدوا واحد البياد ديال البيضة. كنعرفوا بياد البيض أيضا كي يشد الجلد ويشد البشرة ويحيي التجاعد. ويزوغ الترهولات محيط العين. إذن فيه فوائد كثيرة. هاد البياد ديال البيض. إذا كنت عندكم بيادة بلدية. مزيان. ما عندكم ش ما عليش ديروا هاد البيض العادي. ولا عنده عندكم بيض سمان. ديروا جوج بيضات ديال سمان. جوج بياد ديال بيض. ديال سمان. إذن ندروا بياد البيض فقط. وقد نكون واحد عجنة. نديرها في العنق ديالنا في الدقن. وأيضا محيط الوجه. أسفل محيط الوجه من الجانب الأيمن والأيصر. وغادي من تهنوح طبقة سميكة. هاد الماسك هادا. غادي تجيبوا بلاستيك غدائي. وحاولوا تلفوه على الرأس ديالكم وعلى العنق ديالكم. بطبيعة الحال بلا ما تشدوه بلا ما تزيروه مزيان. وهاد الوصفة اللي بقتلكم خليوها ثلاثة أيام. وعاودوا وصفة جديدة. وديروها مدة أسبوع. إن هاد الوصفة رائعة جدا وفعالة ومجربة. كتزيل الدقن المزدوج. كنا عرفوا كامني. إن السكين جبير عنده واحد الفعالية ديالامتصاص الدهون هو الشيء. وأيضا مودات الأكسادة. وبيض البيض يشد البشرة ويجبدها. والحالي بيعطيها واحد ترطيب. إذن عملوا هاد الماسك ما ديش تندموه. هاد يتهنو هاد تخلصو نهائيا من تراهولات ديال الدقن المزدوج. وهاد الوصفة ديالإشارة. فهي للنساء والرجال أيضا. وبطبيعة الحال ما ننسوش ندير واحد الحركات ريادية من حين إلى آخر ديال الوجه. وأيضا حركات ديال الحروف. سنفتحو فهم من عشر مرات نستوه نديرو ديك الأو والأو والإو والإي دائما. ونعلي وراسنا الفوق ونهبطوه مع هاد الوصفة في خلال أسبوع. إن شاء الله هتكون عندكم دقن مختفي. وما يبقاش إن شاء الله مزدوج. هذه كانت الوصفة الأولى. ونمرو الوصفة الثانية وهي تقليص حجم الأنف. حتى هي وصفة مجربة وصفة مفعالة. وهذه فيها نتيجة في الحين. قدي تجيب واحد الفوطة تديرو فيها لما سخون طائب لما ستكون سخونة بزاف. وغادي تديرها على الأنف ديالكم حتى يسخون مزيان. وجمع علقة كبيرة ديال السكن جبير. وغادي تدير معها قطارات ديال الماء. كونوا واحد العجين عندكم. وغادي تديروا فوق الأنف ديالكم. وديروا واحد طبقة سميكة جدا. إذن غادي تديروا الماء إلا جابكم داك الماء قليل. زيدوا شوية الماء. إذن هاد الوصفة رائعة جدا ومجربة وفي عندها الفعالية في الحين. أتلاحظوا الأنف ديالكم تقلص والحجم دياله صغار. لأن سكنجبير عند واحد سبحان الله عنده واحد فعالية سحرية كي يزيل ويقلص من الشحوم. ويزول الدهون من الجسم ديالنا. إذن فقط نديروا واحد طبقة سميكة ونخليها 15 دقيقة. ولا 20 دقيقة ولا 30 دقيقة لحسب اللي يعجبكم. يدرنا نصل وجهنا. وأيضا عندنا واحد الوصفة ثالثة وهي شد البطن من ترهولات. فقط واحد ملاحظة أو واحد النصيحة اللي عندهم الحساسية من سكنجبير أو البيض أو الشاي. ما يدلوش هاد الوصفات. قبل ما تجربوا هاد الوصفة في الوجه ديالك في العنق ديالكم أو في الانف ديالكم أو في البطن. ضروري ما غادي نديرو واحد تجريبة واحد المنطقة ديال تحت العنق شوية غي واحد شوية. إلا جا تكون واحد الحساسية من أحسن ما تدلوش هاد الوصفة هادي لأن السكنجبير غادي يبقى كي يفوحر يبقى ينغز شوية وغادي يبقى يدير واحد فعالية. رائع جدا رائع هاد الوصفة هادي رائعة وكتقلص من الحجم ديال انف وديال البطن. وبالنسبة الوصفة الثالثة هي مختلفة على هادي فيها سكنجبير وفيها الزيت زيتون أو الزيت البلدية. يظهن هذه نجلبون نصف كاس ديال السكنجبير متحون وايضاً ها نجلبون نصف كاس ديال الزيت البلدية. وغادي نخلطوهم مع بعضاتهم جيد. وغادي نجب واحد غدائي وغادي ندهني البطن ديالنا كله. إلا ديجبون نصف كاس سكنجبير ونصف كاس ديال الزيت البلدية آن stop نعيش فيها باش نمريكم وخلاص. وغضيت دهن البطن ديالكم كامل. دهن البطن ديالكم درو حركة دائرية. وغتجيبوا دك البلاستيك غدائي ودوروا على البطن ديالكم كامل كأنك وقدروا واحد الحزام. دوروا على البطن ديالكم كامل وغدروا وخسخ لي واحد ساعة. وغدي تديروا حركات ريادية مثلا تديروا طلعوا في الدروج تهبطوا ديروا حركات ماشي في الدار حتى تحسوا براسكم باللي عرقتو جاكم واحد عرقتو وسخنتو وغادي تزولوها ذاك العفون فوق ذاك البلاستيك غدا ايدلوا واحد واحد شكل مثلا حزام ولا شي حاجة سخونة قوماش سخون ودلوا حركات ريادية حتى تتعرق مزيان صافي وغادي تغسلوه مزيان ولا غدالي عاودوا هذه العملية يوميا ايدا وغادي تلاحظو في اليوم الثامن ان البطن بدك يختافه بدك يمشي نسبة النصيحة الاخيرة وهي كيفاش ندير نسدو المسام ديال البشرة ديالنا وكيفاش نحن نعطيه واحدة الجمالية واحدة النعومة ايدا تغذية هنا عندي مختلف المكعبات عندي المعدنونس عندي الحليب ديال جوز لهيند كين الشاي كين الخيار وكين ايدا الماء ديال الورد وكين ايدا الماء ديال الروز ايدنا الشي كامل اجمدو في المكعبات ودولو فاتل اليناء بحال هكده وغاسبقوا ودهنوا بيهم وجهكم الى خروج شبره في الشمس غايد دخلوا الدار ديروا حدم هادو رائع جدا وكيحيدوا حب الشباب وكينعموا البشرة ويسدوا المسام نتمنى هاد الوصفات تكون عجباتكم وانتمنى تبقوا تدير دائما هاد المكعبات لانها رائعة جدا للبشرة ديالنا وفيها فوائد كثيرة وكنشكركم على المتابعة وعلى التعاليق الطيبة وإلى اللقاء بحول الله اشتركوا في القناة